ازاي تحفظ القرآن الكريم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون كل نبي المعجزة بتاعته ماتت بموته إلا القرآن مات النبي عليه الصلاة والسلام ولازالت المعجزة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم موجودة معنا انت بقى المعجزة دي بقت فقلبك بقت معاك خلاص حفظت كلام ربنا سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام يقول أهل القرآن هم أهل الله وخصته ربنا بيقول بل هو آيات بينات في سطور الذين أوتوا العلم ثم أورثنا الكتابة الذين اصطفينا من عبادنا فالناس اللي ربنا سبحانه وتعالى أتاهم القرآن هم دول صفوة الخلق أسباب الهداية وأسباب طهارة القلب وأسباب معرفة الله سبحانه وتعالى بتبقى في قلب الإنسان لو حفظ القرآن حفظ القرآن هدف مش صعب خلاص لكن هو في الآخر اصطفاء من الله سبحانه وتعالى وعشان تكون من الناس اللي ربنا اصطفاهم للموضوع ده اسألوا قلوا يا رب جعلني من أهل القرآن ادعي كتير جداً ان ربنا سبحانه وتعالى يعلمك القرآن ويرزقك العمل ليه وحاجة تانية قبل ما نبدأ الموضوع مش بس ان انت تحفظه خلاص ان الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين لو ما أخلصتش وما أحسنتش في الهداية اللي ربنا هيدها لك ممكن يبقى القرآن سبب في شقائك فلازم تركز كويس جداً على نيتك وعلى العمل بالقرآن بعد كده واخر حاجة قبل ما نبدأ لو عايز تحفظ القرآن أو عايز تعمل أي حاجة تانية لازم تبقى عارف ان انت هتضحي في جملة كده معروفة اسمها تكلفة الفرصة البديلة لو انت عملت حاجة أكيد انت في الوقت ده ضحيت بحاجات تانية كتير خرجت مع أصحابك يبقى انت ضحيت ان انت مرتحتش في الوقت ده يبقى انت ضحيت ان انت ما تفرجتش على التلفزيون في الوقت ده ما لعبتش جيمز في الوقت ده طيب لو عادت تتفرج على التلفزيون في الوقت ده يبقى انت هتضحي بخروجها مع أصحابك وتضحي بينهم إلى آخر فمعنى ان انت عايز تاخد طريق في حاجة لازم تبعي عارف ان انت محتاج تضحي باي حاجة تانية تتعرض معها وعشان سهلك الدنيا اكتر هتكلم في 13 نقطة ما بين نصيحة وما بين اجابة على سؤال عشان ما يكونش فيه اي حاجة ان شاء الله سيبنها بير لما يكون جهودنا عنها اولا لازم تشوف شيخ تحفظ عليك شيخ مدقن حافظ القرآن مجاز عشان يضبط قراءتك وانت بتقرأ معاه او حتى لو مش خاتم القرآن على الاقل هو عارف ضابط الجزء اللي هو بيحفظه لك ده على قد طاقته وعلى قد طاقتك وتسمع له لانت تحفظه طيب هتحفظ ايه في الاول حاول تحفظ الاجزاء الاخيرة من القرآن جزء عامة جزء تبارك بعكية جزء قد سامع اللي هي الاجزاء الاخيرة في الاخر اللي هي بيسمعها قصار المفصل لما تاخد اخر مثلا خمس اجزاء ممكن بعكية تخش على الحاجات الكبيرة وتبدأ من بقى ولو معاك شيخ هو اللي هيقول لك ممكن تبدأ بايه وتمشي ازاي امشي ازاي ما شيخك بيقول لك دي مش محتاج نصيحة اي حد غير شيخك طيب مفيش شيخ تحفظ معاه شوف اي حد اونلاين طيب مفيش حد اونلاين توكر على الله سبحانه وتعالى واحفظه لحدك ازاي هحفظه لواحدي هتاخد الجزء اللي انت عايز تحفظه انت طبعا احنا عارفين ان المصحف ستمية واربعة صفحة ستمية واربعة صفحة يعني تاخد معانا اقل من سنتين لو احنا بنحفظ كل يوم صفحة فانت ابدأ بكل يوم صفحة اوازن ان ده في المتوسط اي حد يقدر يعمله بتبدأ باول سطر في الصفحة بتاعتك قول مثلا ينده بجزء عامة نبدأ بصورة عامة يتساءله فبتاخد السطر الاولاني وتسمعه من احد القراء الكبار ويستحسن له القراء الادام اللي كانت قراءتهم اطبط من القراء اللي موجودين دلوقتي لكن اي قارق يعني ان شاء الله هيبقى قرأته كويسة فهتسمع الصفحة وبعكية تاخد اول سطر تحفظه تكرر السطر مرة واثنين وتلاتة تبص تقول من حفظك لغاية ما تحفظ السطر تخش على التاني خلصت التاني تبدأ تجيب الاول مع التاني خلصت الاول مع التاني كويس تقوم اي للتالت ضبطت التالت الاول والتاني والتالت لغاية ما تجيب نص الصفحة الاولاني انا كنت بعمل كده شخصية خلصت نص الصفحة الاولاني افضل اكرر في نص الصفحة الاولاني من اول الصفحة لنصها من اول الصفحة لنصها ضبطها تماما أبدأ أأخذ النص التاني نفس الكلام أول سطر في النص التاني تاني سطر في النص التاني لغاية ما أخلص النص التاني مع الصفحة كله وبعدين أربط الصفحة مع بعضها النص الأول مع النص التاني طبعا احنا مش هنيقي ناخد الصفحة وحفزناها وخلصناها والدنيا كده خلاص انتهت يستحسن أن أنت تمر على الصفحة اللي أنت بتحفظها طول النهار عندك مذاكرة هتذاكر وترجع تراجع رايح مشوار ماسك مصحفك راكب مواصلة ماسك مصحفك قاعد بتريح عمالت دندن وتراجع الصفحة اللي انت كنت بتحفظها فخلي بعد الوقت اللي انت مخصصه لحافظ الصفحة بتاعتك اي اوقات فراغ تانية انت قاعد بالدندن مع نفسك واهم حاجة بقى في ده كله قبل ما تيجي تنام قبل ما تيجي تنام خلاص الانسان اخر حاجة كان بيفكر فيها قبل ما ينام هي اللي بتفضل غالبا تتردد في ذهنه لغاية ما يصحى وكتير جدا حصل معايا وسمعت من ناس انه هو بيراجع الصفحة قبل ما ينام يصحى الصبح خلاص كده فخلي اخر حاجة تنهي بيها يومك مراجعة الجزء اللي انت كنت بتصلي ده حاجة تانية هتخلي الحفظ يثبت بشكل ملوش مسيل ان انت تصلي باللي انت كنت بتحفظه احنا على طول بنصلي صلاة بتاعتنا بقوله الله واحد واذا جاء ناصر الله الفتح طيب انت بتحفظ واحل حاجة هتعملها بالحفظ اللي انت تصلي باللي انت بتحفظه صلي كل ليلة بالصفحة بس اللي انت حفظتها في اليوم ده بالنسبة للاطفال الصغيرين بنقولهم احفظ من غير ما تفهم ليه انت لما تكبر تتعلم تفسير هو في سنه قدرته على الحفظة اكبر من قدرته على الفهم لما بنكبر شوية لا احنا محتاجين نفهم عشان نربط المعاني ببعض يبقى انت الصفحة اللي انت بتحفظها بتتعلم تفسير او معاني كلمات على الاقل عشان تفهم انت بتقرأ ايه لما بتفهم هتلاقي فعلا حاجات كتير قوي ماشية بشكل متسلسل المعاني بتكمل بعضها والاية الاولانية بتسلم للاية التانية فانت لو فهمت المعاني هيسهل عليك جدا الحفظ طيب نقول انت حفظت الصفحة الاولانية وسبتتها كويس جدا دخلت على الصفحة التانية حفظتها وسبتها وبعدين صفحة تالتة ورابعة وخمسة وستة لقيت الدنيا ساحة معي حدد لنفسك يوم في الاسبوع قول مثلا يوم الجمعة يوم السبت مش هتحفظ فيه جديد اليوم ده هتراجع لانت خدت طول الاسبوع طيب احنا شغالين في الصور الصغيرة الصورة بتبقى صفحة صفحة ونص احيانا اقل من صفحة خلاص الموضوع سهل طيب لما بخش على الصور الكبيرة بخصص برضو يوم لمراجعة كل ده انا حفظته في الاسبوع ده لغاية ما بخلص الصورة الكبيرة قول مثلا انت دخلت في صورة البقرة واحفظت صورة البقرة على هيئة صفحات وكل ست صفحات انت رابطتهم ببعض عشان بترجعيهم اليوم السابع بعد ما خلصت صورة البقرة بالطريقة دي ما تسبش صورة البقرة وتخش في صورة قلع مران غير لما تسمع البقرة من اولها الاخرة تاخد معاك يوم اثنين تلاتة اسبوع ان شاء الله بالكتير انت كده ثبت صورة البقرة تخش على الصورة اللي بعديها وتمشي بنفس الطريقة مهم جدا كمان ان انت تعلم في المصحف بتاعك على المواضع اللي انت بتنساها غالبا هتلاقي الحاجات اللي انت بتنساها هي هي اللي بتنساها كل مرة يبقى انت عندك ربع او عندك صفحة ضابطها كويس مع عدم موضعين دايما تتلخبط فيهم هتعمل ايه؟ خط بالقلم الرصاص وتعلم جنب الحتة دي في الهامش تكتب حاجة تفكرك بيها او على الاقل لو حطت خط بتأكد لنفسك ان هي دي الحتة اللي انت بتنساها في الصفحة دي بيتركز عليها قوي وحصل معايا ان الحتة تارينا كنت معلم فيها في المصحف بيتحافظها اكتر من الحاجات التانية حاجة كمان هتساعدك على حفظ القرآن السماعة كتير احيانا لو في قارئ واحد بنسمعه كتير في صورة معينة بنحفظها بطريقته فحاول تثبت الشخص اللي انت بتسمعه بحيس انك تبقى حفظت الصورة او الجزء من القرآن قراءة وتسميعا لنفسك وكمان حفظه سماعا ده هيثبت لك الحفظة جدا واكيد مش هوصيك بالصحبة الصالحة لو انت مصاحب ناس من حملة القرآن واهل القرآن ومحبي القرآن والناس اللي بتحاول تحفظ القرآن برضو انسان ضعيف بنفسه وكثير باخوانه لو الناس اللي حواليك نهتمين بالموضوع ده هتلاقي نفسك عارف تنجز فيه كويس انما لو انت كده لوحدك وسط ناس كلهم اغاني وعايشين في عالم تاني هتلاقي ان انت يدوب يعني حاولت شوية ورجعت تاني وكلنا كان نفسنا نحفظ القرآن في يوم الايام بس في الاخر انا حوالي مين قولي حواليك مين اقولك انت مين واهم حاجة تخلي بالك منها ان احنا بنبقى ايه حياتنا مش ماشية بخط مستقيم بننشغل بنمرض بنسافر بنيجي بيحصل لنا اي حاجة عندنا انتحانات عندنا اي حاجة تعمل ايه تقلل القوة اللي انت ماشي بيها احنا مسافرين في رحلة وعندنا حاجات طلعت عطلتنا مش لازم اوقف الطريق مش لازم اقطع الصفر تماما لا انت ممكن تمشي باهدة شوي انا كنت بحفظ الصفحة يا سيدي خليها سطر ما تحفظش راجع فخلي عندك الخطة البديلة بلان بي ان انا وقت ما نشغل انا هعمل كذا ايه الكذا ده هركز ان اسمع قدر معين الزامي هركز ان انا راجع طبعا انت كنت بتحفظ الصفحة في اليوم طبعا ما نيجي نراجع لأ انا عرف نراجع اكتر وخلي بالك برضو الصفحة دي في الاول انا جات عليها فترة كنت بحفظ صفحة في اليوم بعد كده بسهولة جدا بقت ربع ربع حزب بعد كده بيت احفظ ربعين في اليوم وقعدت فترة بحفظ ثلاثة ربع في اليوم والدنيا كانت مشيوة انا كنت متفرغ للموضوع تماما مش عايز اعمل حاجة غيره لكن بالنسبة لانشغلاتنا العادية انا كنت بحفظ ربع في اليوم وكان معادي مع الشيخ مفهوش هزار لو الدنيا تقلبت معرفش انا هخلص الربع اللي انا بسمعه وكنت بقابل الشيخ حتى في العربية كنت بنزل للعربية قبل ونقعد نسمع في العربية وروح وحاجة برضو مهمة جدا بمناسبة الموضوع ده كنت احيانا بروح او بيجي وقت التسميع مش حافظ ما احفظتش ليه وعلى فكرة احيانا كان الشيخ ده يكون اصغر مني في السن كمان ما حفظتش ليه اقول له والله يعني ما لقيتش وقت ما كنتش فاضي فيقول لي انت عايز تحفظ اقول له اه يقول لي اللي عايز يعمل حاجة بيعمل في البداية كنت بحسها ايه يا عام انا معرفتش احفظ عمل لك ايه يعني بس بعد كده لا اللي عايز يعمل حاجة بيعملها فلو انت عايز تحفظ هتحفظ المجهود اللي احنا بنعمله في مدرسة او في سنوي او في جامعة مجهود حفظ القرآن اقل منه بكتير بس انت ابدأ يعني اي حد فينا فعلا يعرف يحفظ القرآن بس اللي عايز يعمل حاجة دايما نقول لنفسك كده طب انا النهاردة ما حفظتش ليه اللي عايز يعمل حاجة بيعملها برضو من الحاجات اللي تساعدك جدا عن الحفظ اللي انت تقعد في المسجد لو انت قاعد في اي مكان تاني ممكن الشواغل كتير بس لو قفلت على نفسك باب الجامعة وقعدت من مغرب للعشة من الفجر للشروق لو خصصت وقت في المسجد وتقعد تحفظ فيه القرآن هيبقى سبحان الله شرف القرآن اللي انت بتحفظه مع شرف المكان اللي انت قاعد فيه ربنا يبارك لك ولو قيت نفسك بتحفظ بس القديم اتنسى ما توقفش كمل حفظ وخلي الختمة الاولانية دي مستوك فيها يا سيدي 40% 40% ده رقم حلو جدا وبعدين يبدأ في الختمة الجديدة هتوصل لـ 60% خش في الختمة التالتة هتوصل واتلاقي نفسك طبعا الختمة الاولانية دي خدت معاك سنتين لو قلنا ولا حتى تلات سنين طيب الختمة التانية دي ممكن تاخد معاك شهرين شهرين انت خلصت القرآن كله من حفظك فبتاعد تكرر الختمات لغاية ما خلاص القرآن يبقى كويس معك اظنو دي خبرتي ودي النصائح اللي ممكن اقولها لك في موضوع حفظ القرآن الكريم واكي طبعا مش خوصيك ما تخليش نيتك ان انت تبقى قارئ المشهور والناس اللي بتسمع صوته طعية والكلام ده انت بتاعفظ القرآن عشان نفسك في الاول بس كده رفيها اي سئلة اكتبها لي في الكومنتز امشوفكم تاني والناس عندهم همم والله الواحد يتقاصر امامها عجوز في الثمانين من عمرها تحفظ القرآن في خمس سنين كل سنة تحفظ ستة اجزاء اربع ساعات اربع ايام في الاسبوع تواضب على التحفيظ وحفظته لا تقرأ ولا تكتب بالسماع سبحانه من اعطى من يشاء من عباده هذه الهمة